من 56 سنة مصر قدرت تتخلص من المدمرة إيلات الإسرائيلية تعالوا نعرف القصة وإزاي قدرت مصر تبهر العالم بتدمرها المدمرة إيلات كانت أكبر مدمرة في سلاح العدو وكان دايماً بيستعرض بها قوته وكانت معروفة في العالم كله إنها من أقوى الأسلحة البحرية ومستحيل حد يقدر يقضي عليها من وقت الحرب العالمية التانية لكن مش على أبطال مصر اللي قدروا يتخلصوا منها بعد أربع شهور بس من ناكسة 67 وقت العضوان السلاسي على مصر المدمرة دي هجمت على مدمرة إبراهيم الأول المصرية مسببت لها عواقب كبيرة وخلت الفريق كله يستسلم وبعدها قدرت بلاد العدو تستولي عليها وتضمها لقوتها البحرية وغيرت اسمها من مدمرة إبراهيم الأول لمدمرة حيفا وكمان شاركت بيها ضد مصر في ناكسة 1967 وخلتها متعودة على اختراق مياهها الإقليمية وفي يوم 11 يوليو 1967 رادار قاعدة بورسعيد البحرية قدر يرصد هدف متحرك على مصر على بعد 18 ميل بحري فتم الاستعداد من الجانب المصري وصدرت أوامر بإبحار زورقين الأول باسم لانشين بقيادة النقيب بعوني عازر ومساعد الملازم أول رجاء حتاتة والتانية باسم توربيد بقيادة النقيب ممدوح شمس ومساعد الملازم صالح غيث ومهمتهم كانت التأكد من اختراق الهدف للمياه الإقليمية المصرية واستدراجه قريب من مدفعية المدمرة الراسيا في ميناء بورسعيد عشان تتعامل معاه وفعلا تم رصد المدمرة إيلات اللي هجمت بمدفعيتها السرب المصري وهزمته ورجعت المدمرة إيلات تخترق مياه مصر الإقليمية في بورسعيد لحد يوم 18 أكتوبر 1967 وكانت فكرة إنها عشان قدرت تهزم السرب الأول هتخلي باقي القوات المصرية تخاف وتتراجع لكن البحرية المصرية جهزت زورئين جداد الأول كان بقيادة النقيب أحمد شاكر والتاني بقيادة النقيب لطفي جاب الله وتزودوا بصواريخ كمر السوفيتية من طراز استكس ويوم 21 أكتوبر في الساعة خمسة ونص بالليل الزورئين راحوا نحية المدمرة إيلات وأول لما وصلوا ضربوها بصاروخ وبدأ يبان إنها هتغرق وبعدها ضربوا الصاروخ الثاني اللي خلاها تغرق فعلا والزورئين رجعوا بدون ما يفقد منهم أي جندي والمدمرة إيلات كان فيها حوالي 199 ضابط وجندي وضفعت طلبة الكلية البحرية مات منهم 47 وتصاب 91 والحد يومنا النهاردة بواء مدمرة إيلات موجودة أريب من ساحل بورسعيد عشان نفضل فاكرين اليوم اللي أزهلنا فيه بلد العدو نفسها وبعد العملية قررت الرئاسة منح الضباط والجنود المشاركين فيها أنواط وأوسمة الشجاعة ومن يومها ويوم 21 أكتوبر بقى يوم مهم لكل الضباط البحرية وسموه بعيد القوات البحرية المصرية والعملية دي أزهلت العالم كله وبقت واحدة من أشهر المعارك العسكرية البحرية